مرحبا أنا اسمي أشرف صباح عمري 22 سنة قضيت أغلب سنين حياتي وأنا بحضر مباريات كرة القدم وبقرأ عن أضق التفاصيل الفنية فيها بشرفني أعلى الانضمامي إلى طاقم سيلفي سبورت وحصولي على فرصة الظهور لكم بشكل مستمر في فيديوهات مميزة إن شاء الله بتستفيدوا منها وبتنال إعجابكم موضوع اليوم عبارة عن سؤال وجوابه كثير من سمع محلل بيجي بيحكي الضغط العالي لهذا الفريق الفلاني كان ضعيف أو الفريق الفلاني افتقد للضغط العكسي سؤالي اليوم رح يكون إيش هو الفرق بين الضغط العالي والضغط العكسي عشان نجاوب على هيك سؤال لازم نشرح مصطلح الضغط في كرة القدم وهو حرمان الخصم من الوقت والمساحة أثناء استحواذه على الكرة بالركض الفوري باتجاه حامل الكرة من التعريف أنت رح تقدر تفهم فائد الضغط أنت هيك رح تحرمه من المساحة عشان يصعد بالكرة أو من الوقت الكافي عشان يتعامل مع الكرة وبهيك أنت رح تجبر الخصم بأنه يتخذ قرار سيء في الكرة وتستعيدها بشكل سريع ومثل ما شرحت لكم مصطلح الضغط رح أشرح لكم مصطلح العالي ملعب كرة القدم يقسم إلى ثلاث أقسام الثلث الأول وهو الثلث الدفاعي الثلث الثاني وهو ثلث وسط الملعب والثلث الثالث والأخير وهو الثلث الهجومي المقصود في العالي أنه يحدث الضغط في أماكن عالية في الملعب وهو الثلث الأخير والهجومي وأيضا مقصود في العالي أنه يحدث في حدية عالية المدرب بيبحث عن لعبة مميزة في الضغط سريعة في الضغط على الخصم مثل ما قال بيبي جورجيلا اللاعبي أريد منكم الضغط مثل كلاب تبحث عن طعامها وهون مقصود في الحدية في الضغط الفكرة تكمن في إيقاف الهجوم قبل أن يبدأ ولكن كيف بتم الضغط في أرض الملعب؟ للضغط أنواع عديدة مثلا في ضغط مان تومان وهو لاعب ضد لاعب مثل الضغط اللي منشوفه في مبريات كرة السلة مثلا عندي لاعب مميز في الخصم أثناء بناء الهجمة بدي أعزله عن بناء الهجمة بغلق زوايا التمرير المؤدي لهذا اللاعب أو في عندنا ضغط موجه نحو إغلاق المساحة مثلا الخصم مميز في الهجوم من العمق بغلق العمق عليه خصم مميز في الهجوم من الأطراف بغلق الأطراف عليه لكن مع تطور قرة القدم صار في عندنا مزج بين هاي الأفكار كيف بدنا نفهم بصير المزج بين هاي الأفكار؟ لنفترض اسلوب معين او لنفترض سيناريو معين في المباراة مثلا انا كمدرب مدافع في خطة 4-2-3-1 بدي اضغط بشكل عالي على الخصم راح احط المهاجم تبع الفريق بين قلبين الدفاع عشان اعزل الجانب الايمن عن الجانب الايسر لما احط المهاجم بين قلبين الدفاع انت هيك سكر زاود التمرير على المدافع هو راح يضطر مع صعود لعبيني لاعب الوسط المهاجم مع لاعب المحور الهجومي الى الامام بقلق الزوايا المؤدية نحو العمق وبفتح له زاوية معينة فقط للاطراف مع الزاوية هاي اللي انا فاتحها للاطراف راح يكون الجناح عندي مرتفع الى اعلى مكان في الملعب فهيك انا عندي مانتمان على الاطراف عندي ضغط موجه نحو المساحة في نصف الملعب وعندي ضغط موجه نحو لعب معين وهو قلب الدفاع اللي هو هيك انا عزلته عن باقي الفريق بهاي الطريقة انا مزجت بين الافكار وخليت الخصم يهجم من الاطراف وفيه فرق كثيرة او مدربين كثار بيحبوا الهجوم من الاطراف لانه الهجوم من الاطراف راح يكون عندك زاوية ميتة واللي هو الزاوية اللي خلف المدافع راح يكون عندك زاوية التمرير اقل بكثير من الزاوية التمرير المفتوحة في العمق بهايك انا بطبق ضغط عالي جدا مميز على الخصم وبحرمه من الوقت الكافي والمساحة الكافية بانه يتعامل مع الكرة في نفس الوقت مع هاي الفوائد في نفس الوقت لازم انا ارفع خط الدفاع في مساحة عالية جدا يكون قريب من الخط الوسط عشان ما يصير عندي مساحات خلف خط الضغط وهي من سلبيات الضغط العالي انه اذا ما كان خط الدفاع مرتفع راح يكون فيه عندنا مساحة بين خط الدفاع وخط الوسط ممكن يستغلها الخصم اثناء صعوده في الكرة اما الضغط العكسي فهو الضغط على الكرة فورا عنده فقدانها لمدة ستة او سبع ثواني مثلا انا معاي الكرة لنفترض انه في ثوث الهجومي فريقي مسيطر عليها بيلعب بشكل جميل فورا انا فقدت الكرة عشان ما افقد السحواذ على الكرة واسعيدها بشكل سريع بطلب من لعيفة يضغطوا على حامل الكرة بشكل سريع لأول مدة يعني ست او سبع ثواني بضغط عليه وبسكر زوايا التمرير المؤدية الى اقرب مجال انه يمر عليها الكرة بهيك انا حرمته من انه يبني الهجمة منعته من انه يعمل مرتدي علي ايضا انا بكسب الكرة في اماكن عالية جدا في الملعب مثل ما قالك لوب الضغط العكسي هو افضل صنع العاب عندي بالفريق يعني هاي الفكرة هي افضل فكرة بتعطيه فرص في المباراة فمن فوائد الضغط العكسي بانه يكسب الكرة في مكان جدا قريب من مرمى الخصم ولتحديد الاختلاف اكثر بين المصطلحين الضغط العالي هو ضغط بيحدث اثناء وضعية الثبات يعني لما الخصم بيكون ببني في الهجمة يعني الكرة في الاصل رح تكون مع الخصم اما الضغط العكسي فهو ضغط بيحدث اثناء فقدي للكرة اثناء بنائي للهجمة يعني الفرق بينهم وهو مع مين بتكون الكرة في الضغط العالي بتكون الكرة مع الخصم انا بحاول اضغط عليها بمنع من بناء سلس للهجمة اما الضغط العكسي فالكرة بتكون معاي بفقدها بحاول اضغط بشكل سريع لمدة 6 او 7 ثواني عشان امنع الخصم من انه يبني الهجمة وامنعه من انه يعمل مرتدة علي وأستعيد الكرة بأسرع وقت ممكن أيضا من الفروقات الضغط العكسي ممكن يصير في أي مكان في الملعب الفكرة مش في مكانه الفكرة في أسلوبه وتوقيته بأنني أضغط على الخصم أول ما أفقد الكرة بشكل سريع أما الضغط العالي فهو المقصود منه في كلمة العالي أنه يحدث في أعلى مكان في الملعب وهو الثلث الأخير أما الضغط العكسي فممكن يصير في أي مكان في الملعب ممكن يكون في الثلث الثاني في الثلاث الأول أنا معي الكرة وفقدتها وأضغط بشكل سريع على الخصم فمكان الحدوث الضغط هو فرق جدا واضح بين الأسلوبين بهيك بكون شرحت الاختلاف البسيط بين الضغط العالي والضغط العكسي فاتمنى يكون الفيديو عجبكم وبستناكم في الكومنتات إن شاء الله فاتمنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وبنشوفكم إن شاء الله على خير في فيديوهات جديدة Peace